صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحدث اليوم بصرني أني أستقبل في الستوديو الوزيرة السابقة دكتور ميشي دياء صباح الخير موجود كلارا موجود أهلا وسهلا فيك هاي أول طالة إذا إلي معي قبل ما نبلش اليوم أول نهار مونديال خلينا هيك على لواء بس أنا الفريق اللي بحبه منه مشير أنا مع التليين علما أنه سمعت هذيك المرة بيروبرتاج أنه على طول بس يربحوا التليين بلبنان بيصير في أزمة من وراها بيصير في حرب من وراها قلت يا الله مايشي الحال بلي هالسنة صحيح أنا مع التليين بلا مايشاركوا يقوموا يربحوا يقطولنا ياها هالمرة يوجولي أنا مع البرزيل مع البرزيل مع نو دكتور جاجعة مع ألمانيا أنا يا إيطاليا يا بريزيل تتناقشوا؟ بالفوتبول ما كتير عنا أشياء كتير تانية من أشياء هلأ أنتوا قاعدين عقلين عم تتفرجوا على سجالات الحلفاء عم تتفرجوا عليهم عم بيردوا على بعض عم ينشروا غسيل طالما عم نحكي في فوتبول فيه ماتش جاي مين بيفوض طابة بالمرمى طبع التاني طبع وشكله والماتش والماتش صاير بين الحلفاء من يسمون أنفسهم محور الممانعة بقى فيها أحلى من أنك تكون مشاهد متفرج بانتظار أن تتبلور الأمور لأن الصورة ما توضحت بعد والمشهد ما توضحت بعد ما بتخافوا أن هذا الموقع كمتفرج مع أنكم عندكم أكبر كتلة مسيحية أو ثاني أكبر حسب الأرقام لا أكبر كتلة مسيحية بحكم كل الأرقام ما بدنا نرجع نقول ما عم تلعب معهم نحنا ما بدنا نلعب لأنه نحنا مصممين لدينا مرشح هو ميشيل معوض وميشيل معوض في كل المواصفات التي نطمح لها فيما يتعلق بموضوع السيادة وموضوع الإصلاح ولغاية الساعة نحن متفقون مع معظم حلفائنا على هذا الاسم وحتى الأستاذ ميشيل معوض بهذه الصورة وعم يشتغل حتى نزيد الأرقام وصولا إلى الخمسة وستين بانتظار أيضا أن تتبلور المعطيات بشكل أكبر لأنه في فرقاء حتى من ضمن من يعتبرون أنفسهم سياديين أيضا استمعت قبل أن آتي اليوم إلى الأستاذ نبيل بدر يقول أنه نحن سياديين هم سياديون حياديون مين هم؟ مكتب فهمتها هنه؟ 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 هنه المرجحين هلأ قبايدة القبان معهم؟ معظم النواب السنة ولكنهم ليسوا مع الممانعة يعني الموقف واضح أنه لن يصبوا باتجاه المرشح الذي يطرحه هو حزب الله فإذن الصورة ليست واضحة المعالم بعد نعم رح ننتقل للرئيسة بشكل وحده ولكن نبدأ باستجال سجال الحلفاء كيف قرأت خطوات الوزير أو النائب جبران بسيلة الأخيرة يعني حاول يتواصل مع الرئيس بالريق بدون علم أو حتى لو معالم ولكن بطريقة أنه حط حليفه حزب الله بالزاوية ومصر أنا المرشح وإذا نحن يعني تحديدا الكلمات التي قالها إذا نحن ما انتخبنا ما بدنا رئيس ما في رئاسه ما في رئيس جمهورية طالما نحن ما قبلنا ولو اتفق الكل عليها تعرف المتالي اللي بيقول ما تلعب بالنار تحرق صبيعك يعني المناورة التي قام بها جبران بسيل بزيارة الرئيس بري بالرغم من القول أنه هو طالبا أو السيدة فرح بري هي اللي أرادت أن يحصل هذا اللقاء بالحالتين يعني كلنا بنعرف أنه ما فيه كامستري بالمرة بين الرئيس بري و جبران بسيل فهي قديمة هالكامستري مش موجودة وهو أول معارض وهي الكوميديا أنه من روح من قلو أنه نحن عم نسعى للحوار وعم نعمل لقاءات تقبل الانتخابات الرئيسية وإذا حزب الله فرض عليهم أنهم يتحالفوا بالانتخابية لحتى يجيب هذا العدد التيار الوطني الحر لأنه ما طلعوا بأصواتهم طلعوا بأصوات حلفهم مش معناتها أنه كل مرة بتسلم الجرة يعني هو الرئيس بري من البداية كان يقول لستو مع انتخاب الرئيس عون لأني لا أريد أن أنتخب رئيسين عون وبسيل بده هلأ أنه ينتخب بسيل وعمين يعني عم يتغطى بي الرئيس بري ليوصل رسالة إلى حزب الله يعني ليه هذه الخطوة دينته من تاني ميل لا أظن أنه على طول عنده مشكلة جبران بسيل مع احترامة لأله ولا شخصه يقال دائما أنه شخص كتير زكي على راسه ولكن على طول مش بس أنه بصلته محروقة مثل ما قال أحد الزملان بيرح وأنما على طول ينطبق عليه أيضا ما يقوله الرئيس بري من طلب الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه بقي يركض هو وعلى طولة مجلس الوزراء عم يعمل جولات انتخابية رئاسية وليست انتخابية برلومانية إلى أن نصطدم بالمشكل بقبر شمون وقعدنا على شهر لما كنا في 2019 بلالاجتماع طولة مجلس الوزراء ما نقدر نقر الموازنة فقط لأنه حضرته بده يفطل بده يرشح حاله ويضمن حاله أنه جاي رئيس جمهورية نعم طيب هاي دي الخطوات مش عطول بتصيب يعني ما فيك تعمل الشغلة ونقيدة بعدين عبي يحمل حاله ويروح لفرنسا منه محضر رئيس الفرنسي منه بفرنسا لحتى يجتمع فيه ما كمان أوقات لما بتستعجلي تعمل الشغلة لتفرجي أنه أنت منفتحي على العالم الغربي والعقوبات الدولية لن تصيبكي بمصاب أليمي اللي هي مغنيتسكي اللي مش بسهولة بيقدر يطلع منها ومش بسهولة متل ما يقال لنا أنه حتى لو عليه عقوبات بيقدر يجي رئيس جمهورية لا مش أنه بيجي رئيس جمهورية مثل ما الرئيسون بعدين عم نشيل العقوبات هاي ما بتمشيك بالمجتمع الدولي ممنوع تسافر على أمريكا ممنوع تتعطي يعني على كل حال مين نلتقى هونيك نلتقى ببعض اللي كانوا سفرة بلبنان هن الخلية أيمانويل بون وبرنار إيمياي اللي منعرفهم كتير منها كانوا سفرة بلبنان وطيان الوطن الحر عنده بعض علاقاته داخل البرلمان والسناعة بفرنسا بس هيدول ما بيعملوا رئيس وبعدين المعطيات الدولية منا كتير لصالحه حتى ما يقال بالنسبة أنه عم يتوسط لدى قطر بالنتيجة لقد قطر صانعت الرؤساء في لبنان يعني حصلت مرة الماضي اتفاق الدوحة لأنه وصلنا لمرحلة بعد سنتين ونص فراغ رحنا عملنا الدوحة وتم انتخاب الرئيس ميشيل سليمين ولكن هذه المعطيات إلى ظروفة مش كل مرة نفس الظروف فيك تسقطية على مرحلة مختلفة بالمكان والظروف والمعطيات أيضا برأيك عم يتكل بهذه المرحلة إلى تضيع الوقت أو تمرير الوقت إلى حين أن الظروف تأتي كما أتت بعد سنتين ونص لرئيس ميشيل عون يعني شو اللي بيمنع هلأ ما يمره الوقت يمشي الحال مع الحلفاء تتغير الظروف الدولية ويحكى أن جبران بسيل حاليا الابن المدلل لقطر هذا ما يحكى من معلومات ما بعرف إذا صحيح ويرجع يجي جبران بسيل رئيس يعني الإجابة بالسؤال نفسه ولكن مثل ما سبق وذكرت الظروف ليست نفسها نرى أن جبران بسيل يحاول الضغط على حزب الله أنه أنتوا هذه المرة عملتوا كل شي لحتى يرجع يجي الرئيس عون رئيس جمهورية ووضعتوا جانبا مرشحكم الآخر يلي هو سليمان الفرانجي هلأ ليش هالمرة ما بتسايندونا ليش هالمرة ما بتكونوا معنا نحنا ضحينا بالعهد كله تحملنا 17-20 أنا تحملت العقوبات لأنه بسبب تحالف مع حزب الله أنا عم بخضع للضغوطات الدولية بسبب تحالف مع حزب الله هذا بدقبط حقه حقه يقول هيك مش حقه حقه يقول هيك وحق حزب الله الهيئة أنه ما يتعطى معه بنفس المنهجية لأنه لغاية الساعة حتى لما بيتحدث السيد حسن نصر الله ما بيحيلنا أنه مرشحه هو يعني بتوحي الاتجاهات بأنه الهواء نوعا ما معاكس رايح نوعا ما باتجاه اسلامية فرانجية فيما يتعلق بأنه هو سيكون مرشح حزب الله ولكن ما ننسى أنه ظروف حتى من سنة ونوأة بالأحرى بالأحرى قبل بأسنة 14 منا مثل اليوم قبل كان عندهم الأكثرية بالبرلمان اليوم حزب الله ليس لديه الأكثرية في البرلمان لو كان عندهم هذه الأكثرية كانوا طلعوا الرئيس وخلصوا يعني الحسابات منع مطابقة لحسابات البيضر إذا قدروا أنا عواليد جملات بيأخذوا الخمسة وستين وفي حديث أنه يتجهون إلى هذا الأمر وأيضا تراجع أنا مشال معوض في الجلسة الأخيرة ربما بيقدر يصب لاحقا بالنسبة للمستقلين مش التغييريين يعني مستقلين تحديدا أو النواب السنة كتلة نواب السنة اللي هي وازنة النطاعة سليمان فرنجية إذا صار التسوية الكبيرة والباكتج الكبيرة حتى يقال أنه في ضغط على النواب السنة ربما من الخارج ربما من الرئيس مقاطي باتجاه سليمان فرنجية ولكن الكتلة بحد زيتها على ما يبدو السنة اللي مجمعين حالهم بنوعا ما نوع من المعارضة اللي يسموا أنفسهم السياديين الحياديين إنه معهم ثمين أرتوديكس ونائب علوي ولكن في أغلبيتهم من السنة ليسوا في هذا الاتجاه ليسوا في الاتجاه بالقبول بمرشح حزب الله لذلك ربما سيتم السعي بمرحلة ما إلى التوصل إلى مرشح ربما لا يحصل على فيتو أو يستطيع أن يجمع الغالبية في مجلس النواب بس هنا كمانا في قصة الاجتماعات واللقاءات أو بالأحرى الاجتماع بمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية صحيح هو الكورم بيكون التلتين ولكن لازم يكفي اللقاءات لتكفي هذه الاجتماعات وبعدين ممكن يطلع الرئيس بس يتأمن النصاب بالنصر يتواحد يعني حصل يقال أنه بالماضي كله على طول كان يبقى بالتلتين على راسي وعيني كله بالتلتين التلتين الحضور ولكن بعدين ما مننسى أنه الرئيس الفرنجية يطلع على فرق نص صوت لما كانت بعده البرلمان مية بالمية بس هلأ نحن على كل تاني دورة عم يفرط النصاب هيدا المقصود يعني أنه ممكن بإطار المناورة السياسية إلى أن يتم الاتفاق بإطار المناورة السياسية بتعمليها مرة بتعمليها مرتين ولكن مش بتعطل زمام الأمور بالبلد يلي بيقدر يرجع بالدورة التانية بس يكفوا الاجتماع يجيب خمسة وستين صوت خلص فريق بيروح على المعارضة وفريق بيروح على المؤلاء ليه مصرين تبقوا بالمعارضة يعني هلقفتنا بهذه الطريقة ليه مصرين تبقوا بالمعارضة لأنه رحلك مش قصة المصرين عندهم أكبر كتلة نعم مسيحية نعم يعني مثل اللي عنده وزنات الوزنات الخمس بالمثال نحن معنا نضحف نحن معنا نضحف أنا بقدر أحكي عن تجربتي لما كنت وزيرة بالألفين وتساطعش كان تيار الوطني الحربة لصغرة من أصل خمسة عشر وزير ما بعرف قده عنده عشر وزراء بقلب مجلس الوزراء نحن كنا أربعة طب أربعة كنا نطرح الصوت كل مرة بالآخر صارت النكتة أنه خلاص سجله اعتراض القوات لما بدك تطرح الصوت داخل جلسة مجلس الوزراء وبالآخر لا يؤخذ بما تطرحينه من الأفضل أنه تبقى من الخارج وتعرضي وهذا اللي عملناه لأنه من بعد سبتاش تشغين بذكريك بالألفين وتساطعش كانوا الوزراء القوات اللبنانية الأربعة أول ما استقال قبل أن تستقل حكومة الرئيس الحريري فإذا يعني عن تجربة مش هوات معارضة ولكن يجب أن تكون فاعلة لما بد تجي إذا بده ترجع الأمور تصب أنه يتم انتخاب رئيس يكون من محور الممانعة وهو أداة بيد حزب الله لا ما رح نعطيه الغطاء لأنه إحضره جلسة مجلس النواب معناتها أنك موفقة على اللي عم بطير يعني معقولة تعطله جلسة مجلس النواب إذا تأمن لخمسة وستين نايمة بلا أرى أنه كان واضح لدكتور جعجا لما قال ممكن هذه تستعمل كأداة ديمقراطية ممكن تعطله مرة ممكن تعطله مرتين ولكن بعدين خلص الحياة السياسية بدها تكفي نعم ويطلع الرئيس ونحن نروح للمعارضة يعني هل أدل المعادلة يلي طرحتها القوات اللبنانية ديمقراطية ما في عليها شائبة عم نمشي باللعبة الديمقراطية إلى أقصى الحدود ولكن إذا الغير مش عم يقدر يلحق الخطوات يلي عم تطرحها القوات لأنه ما بعم عودين على الديمقراطية تعودوا من بعد اتفاق الطائف فيه عندك الوصف السوري هو اللي بقرر مين بده يجي رئيس وهلا لما خلاص بيفردوه وكان الله يحب المحسنين الرئيس الوحيد المرضي عنه يمكن الرئيس معوّض لأنه ما رح يمشي بتحوير وتعديل الطائف مثل ما هني كانوا نويين أزلوه اغتلوه شلوه من المعادلة فإذا وأحضم أحضم شغلة لما كنت عم بسمع على أخبار أحدى المحطات ما عم بذكر أي نشرة نائب من حزب الله بيقول أنه أفضل عهد عم يسألون من هني أفضل للرؤساء الجمهورية بيقول لعهد الرئيس لحود مش مستحيلين أنه بعهد الرئيس لحود الممدد له رغم القرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام الدستور اللبناني وعدم التجديد يعني هذا كان الاتجاه بالرغم من كل شيء مدده للرئيس لحود وهذا العهد اللي تم فيه اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسلسلة اغتيالين ولكن بالنسبة لحزب الله وإذا بوليتم بالمعاصي استكنوا بالنسبة لحزب الله الرئيس أمين لحود اللي نعمله حملة فل وبقى صامضا وبقى داعما للمقاومة من اللي خلي بده يشكر ربه ينخ يبوص الأرض ليله ونهار مين البتراكسفير لأنه البتراكسفير هو اللي رفض أنه رئيس جمهورية ينزل بالشارع ومشان هيك باعتبر أنا على طول أنه أنا على طول باعتبر هيدا رأي الشخصي قدره وبحترمه وعندي بمكانة كتير عالية للبتراكسفير بفتكر ارتكب خطأ بهيدا الموضوع لأنه ما فيك تعمل اون غيوليسيون افورتي ما فيك تعمل ثورة هي بالآخر مجهد مجهد يعني لأنه أنت بتعمل ثورة بتشيل رأسه اللي هو رئيس جمهورية ولكن هذا موقع سيئس مسيحي معلي موقع رئيسي بس كان ممدد لإله بالقوة وليس برغبة اللبنانيين كان قطع ست سنين وبرمع ولكن هذا موقع مسيحي وإذا موقع مسيحي لو كان حدا رابزين عنه كنتوا قدرتوا تعملوا بالعكس أنا كان أصلا ممنوع التجديد وقالها بتعدل الدستور الدستور بيقول ست سنين غير قابلة للتجديد ونقطة على السطر نعم بالنسبة لهذا الموضوع وكان أفضل وقال السيد نصر الله بآخر خطاب لأنه كان وفي كان صلب كلمته كلمة الرئيس أمين لحود وكان واضح من خطابه للسيد حسن نصر الله أنه على الأقل حمل مقاومة كانوا مرتحين معه هذا رأي وأيضا الرئيس عون بهذا الإطار ولكن المفارقة هو الرئيس ميشيل سليمان اللي برأي خانون وأيضا انقلب وعمل إعلان بعبده هلأ ما عم بفهم شغلي بمنطق حزب الله الذي يريد فرضه على اللبنانيين دور الرئيس الجمهورية اللبنانية أن يحمي ظهر لبنان ودستور لبنان وحدود لبنان وجيش لبنان وسيادة لبنان أو دور الرئيس الجمهورية المنتخب أن يحمي ظهر حزب الله حزب الله شريحة كبيرة ومكون أساسي المجتمع على حزب الله أن يسلم سلاحه وبعدين بيصير شريحة مثله مثل بقية اللبنانيين وواجب الدولة والجيش اللبناني أن يؤمن الأمن على كل الأراضي اللبنانية وكل الأجهزة الأمنية اللبنانية تؤمن الأمن على الأراضي اللبنانية والجيش يحمي الحدود اللبنانية مش دور رئيس الجمهورية نحن ضعاف كجيش كحماية من داعش كحماية من إسرائيل كانوا ينتقدوا الشيخ بيار الجميل الله يرحمه المؤسس لما كان يقول قوة لبنان في ضعفه نحن ما قوة لبنان في قوة جيشه مش في مقاومته وين صارت المقاومة لما عملنا الترسيم ما حاج نضحك على بعض راجعين على الترسيم على كحار خلص هيدي لعبة الدورة بمرحلة معينة نعم إذا ما بدوا ننكأ جراح الماضي خلينا نحطه ونعتبر إنه إذا سلمنا جدلا إنه قتت ثمارة بالنسبة لإلون بس منرجع مثل ما عملنا بالألفين وثمينة السلاح لحماية الاتصالات لأنه الاتصالات هي من ضمن السلاح طبع حزب الله منفوت منعمل غزوة بيروت ومنحتل بيروت ومنسكر تلفزيون لفيوتشر ومنعمل العميل منرجع بعدين السلاح لحماية السلاح منرجع منعمل الإمصان السود منرجع السلاح لحماية السلاح آه كان في الداعش قتلكم وصبيوكم مثل اليزيدية مثل ما بيطلعوا علينا على السوشال ميديا رحتوا أنتوا حركشتوا بسوريا ما حدا طلب منكم تروحوا تدخلوا بحرب لناقة للبنان بس كانوا جيدين وكان فيها خلايا أرهابية على عدود وجوهات كان الجيش الفجارات بالضاحية كلارا 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 دهارون بالبولمن المكيفة نحنا ميتين من الشوب هلأ كل الصيفية حتى ما ندفع فراش دولرز مشين الاركونديسيوني لأنه عم بفوترولنا المطار والمزود على الفراش دولرز هن تركوا داعش من لبنان بالبولمن المكيف ما ليه ما كمانا المي بتكذب الغطاص هيدا مثل مصري ولكن بلبنان ما بقى فيون يبيعوا كل العالم هيدا المعطيات يلي مش كل العالم أغبية ما فيون يستغبوا كل العالم كل الوقت فيك تضحك على بعض العالم بعض الوقت بس ما فيك تضحك على كل العالم كل الوقت خلص خلينا نقفل على الماضي ونفتح صوحة جديدة لو قادرين هلأ يطلعوا رئيس بالشروط يلي هن بدون إيها والله ما أصدروا ولا دقيقة شيئوا أنه الوقت يتمنى لصالحون بالمرحلة الحديية وشو قلوا دود الخلم النوفي هلأ غير أنه هن مش قادرين ما عندون الخمسة وستين نعم بس أصلا خمسة وستين ضمن فريقون هن يعني يلي هن التيار الوطني الحر صحيح منون معهم فإذا هن بيطرحوا الصوت بيعلوا السقف على أساس أنه بدنا توافق يا حبيبي التوافق مش معنات أنه بتجيب الرئيس يلي بدك يلي بدك تفرضه علي هيدا بيبطل اسمه توافق هيدا بيصير اسمه أمر واقع واللي بيفرضه قوة السلاح لأنه أنت معك سلاح وأنا ما معي سلاح قوة الأمر الواقع ما فيها تمشي كل الوقت خلاص عدد مفاولة عام نبلش نفتح صفحة جديدة الانتخابات الماضية فرزت مواطيات جديدة نعم خلاص ولكن أنت القوات اللبنانية اللي أكبر كتلة مساحية معك كتلة الطير الوطنية الحر رافضين اتنين هتكون سليمان الفرنجية إنه يكون رئيس نعم وحزب الله حاطه نرجع منقول مش لشخصه نعم لسليمان بيك فرنجية يلي أنا شخصيا وكتار وحتى قال الدكتور جعجع من كنلوك الاحترام هي لأنه نحنا ضد إنه هيدا الفريق معقول تتواصلوا معه أنا ضد هيدا الفريق يلي هو مع نظام بشار الأسد ويلي هو مع الاستكمال بسياسة حزب الله يلي هي الحلف الإيراني يلي خالفنا مع كل الدول العربية ومع الدول الغربية نحنا ما رح نمشي مع هيدا الخط نعم نقطة على السطر ولكن هذا واقع ما رح تمشي مع هيدا الخط ما فيكون تقولوا بدنا وفينا ومنعمل ليه ما فينا نقول ما حضرتك باديك عم تقولي إنه نحنا أكبر كتلة نحنا على القليلة لا يعني عملتوا شعارات فتفاضة ما قادرتوا توصلوا نحنا بعد لو كانت الكتلة أكبر من هيك كنا بعض فرضنا أكتر من هيك عم تعاملوا مثل جبران بسير ما خلونا شتانة بين الثرى والثورية مع ليه في كتير فرق وبالممارسة في كتير فرق وبطريقة التعاطي في كتير فرق وبالمنطق في كتير فرق مع ليه شفت دكتور جعجع قال هالمرة أنه يا أنا رئيس يا أما ما بتمشي الرئاسي شو قال جبران بسير إذا نحنا ما انتخبنا وإذا نحنا ما قررنا ما بيجي رئيس نحنا عم نقول المرشح الطبيعي دكتور جعجع وإنما نحنا طرحنا مع حلفاء لإلنا نعم بس رحتوا على رئيس تحدي ليه رئيس تحدي لأنه طرحته القوة اللبنية يعني إذا بتقلهم بارمي بدي جيبها رئيس جمهورية يعتبر رئيس تحدي إنه القوات اللبنية ممنوع عليها تطرح أي اسم بمجرد ما تطرح القوات اللبنية اسم حزب الله بدوا يعتبروا رئيس تحدي إيه الله بيصبرهم هذا كل شيء فينا أقول لهم حضرتك تحديدا بيقاب الماضي قلت من الجديد أنا ما بعتقد بيوصل مشال معوض لأنه إكستريم هلأ ليش تعملوا ما زالوا إكستريم أنا قلت لأنه سيادة إلى أقصى الحدود يعني متل لما منقول متل لما منقول وقل بتذكرش وقلت وقتها دكتور فيرس سعيد لأنه سياديين إلى أقصى الحدود في مواجهة حزب الله وبعدني على هيدا الموقع لأنه نحنا ممنى مع الحلف الإيراني هيدا الخط يلي عم بيقدي إلى خراب لبنان إلى لبنان افتقر لما مشي بهيدا الخط لبنان الضعضة لما مشي بهيدا الخط وما حدا يحكيني أنه الفساد هو سبب العلي ما أنتوا عبرين القجزينكي سببا كنتوا بالسلطة كل الوقت لما كنا تحت الويساية السورية كنتوا المغانم عم تطقطعوا بين بعضكم ما حدا يتهم غيره بالفساد ما سملة عليكم كلكن فيكن البركة إلا أنتوا نحن وكنا تحسبي عرض واتا استلمتو الوزارات شو رأيك؟ أنا أريد أنت قليلة في كثير طرح كان فيه ملاحظات كثيرة على الوزير حسباني عشو يقدروا يسبتوا شيء ولا هيدا من الأطرحات اللي بيطرحها أحد الريبورترز على البي سي بس لتشويه صورة وزراء القوات اللبنانية لغاية في نفسي عقوب ما تحركش كثير لأنه فيه كثير شيء قاعدة على قلبي معبّى هالقاعدة لأنه بالقوة أرادوا يدرجوني من ضمنهم لتستغلى بعدين على الو تي في ما ليه لما قلت من بيت أبي ضربت بعدني مصرّة على هالكلمة وخاسئة من قال أنه وزراء القوات اللبنانية ممكن حدا يغبّر عليها يعني الالبي سي أصدق بهيدا الريبورتاج أكيد نعم وميت ما راح يموت بدك تردّيها ما راح ردّها ردّيتها وخلصت آه أوكي بنادر نعرف تفاصيل أكتر لا أكتر خلاص أنا هيدا القاء الاتهماجي زافا وتشويص صورة الناس لا بدون ما يوخزوني فيها الناس بتتأخذ بالأعلام إيه لما بتكررّيها مرة عمرة عمرة مثل مرة وقت الحديث يلي جرّ بيدندلني عليه نيشان هون عندكم بالستوديو فسرت له ميت مرة أنه لا بالإخير عطيت جواب هلّا كل مرة يستعمل في غير مقامه أنا عم بحكي عن جراوند زيرو يلي تبرعوا لها من برّا لنستطيع نساعد العالم يلي تكسرّت بيوتها كنت عم بتحدّس عن انتخابات الـ 2009 هلّا كل واحد بيأخذها وبمعانا مثل ما هو بدّه معنى ولا تشبعوا أنا بعرف حالي شو بقول وما بنكر ولا كلمة بقولها بس ما فيكن تقولوني شي ما قلته ما ليس استعملت من بريك لأبعث رسائل هلّا وسهلا فيك استعملي ولكن أكيد كل حدّا عنده الرد بالنهاية أنا عم بحكي عن حالي أنا عم بحكي عن حالي شو اللي تناولوني فيه إلى أنا في معلومات تتحدث عن أنه هناك وساطة من تحت الطاولة يقوم بها الرئيس بري ووليد بايك بين القوات اللبنانية وأيضا بري أو بالأحرى بين القوات اللبنانية وحزب الله بطريقة غير مباشرة إلى أي درجة هناك فعلا قنوات مفتوحة ولكن يعني بيقولوا ما بعرفت الموضوع من آخره من آخره لا قنوات مع حزب الله فتحوا ما تفوتوا بالطول وبالعرض وما بتكون قنوات ما في قنوات مع حزب الله حزب الله مكون سياسة ميليشيوي مسلح يأخذ البلد إلى اتجاه مغاير تماما لما تصبوا إليه القوات اللبنانية والبلد الذي تطمح إليه بس يفوت بالمعادلة اللبنانية ضمن الإطار اللي وضعوا اتفاق الطائف ومش بعدين بيقولوا لك ما هيدا اتفاق الطائف قال إنه هو بحق له لا لا هذا تمعين بعدين تفسير التفسيرات الخاطئة اللي صارت لاتفاق الطائف هي اللي خليت أنه يرجع فريق كل الفرقائسة المسلحون إلا حزب الله لأنه اعتبر ما أنه ميليشيا اعتبر مقاومة ريزيستانس يعني نحن عنا جزء كبير من الشعب اللبناني بالنهاية هذا رأيه يعني بدنا نحترمون عطى مفعوله يا أختي هلأ ما عملت ترسيم بالجنوب هلأ السيد دي أحد خلاص ما عملوا ترسيم بالجنوب بعد فيه طلقت نار رح تصير بالجنوب من هلأ ورايح يعطيهم ألف عافية مش بدي روح على البداي وكبهم بطريقة تفكيرهم يعطيهم ألف عافية لو ما منهم مسار الترسيم شكرا هيدا رأيك لو ما منهم مسار الترسيم هن هيك عم بيقولوا هن قالوا كانوا عم يدرسوا كل كلمة عم تطلع قبل ما ينتهي الاتفاق وعطوا الموافق عليها وبكل كلمة فيه شي سبعين مرة مكتوب دولة إسرائيل يعني هيدا الكيان الصهيوني ما بعني شو يلي بيتوشونا فيه ويلي نحن بيتهمونا كل الوقت انه انتوا الفريق العميل الصهيون هن موفقين عليهم اكس كاتدرا فيه 27 مرة كلمة دولة إسرائيل ودرسوها وعطوا الموافق عليها هذا يعني انه خلاص سلموا بأمر واقع مش نحن هن فإذا يعني برأي نحن مع الترسيم ليس فقط في الجنوب في الشمال وأنما أيضا على طول الحدود اللبنانية والترسيم حتى على الحدود السورية منرتاح بيبطل فيه تهريب بيستلم الجيش اللبناني على كل الحدود وحتى مع الأمم المتحدة إذا تطلب الأمر منكون عم نطبق كل القرارات الدولية لـ 1701 لـ 1680 وخي منعيش كدولة فيها تشتغل نحو الإنماء بيبطل همه كيف بدا تمحي أثار الحروب اللي عم تنفرض هذا واقع برأيك ولا حلم لا فيكون واقع بلشوا فيه هن ما عمقلك هن اللي بلشوا فيه سوريا رافضة حتى ما استقبلت الوفد طبع الرئيس عون سوريا طرفت تحديدا معلي قبل ما تكفي معلي صديقتي كلارا هلا النكتة إنه عملنا مفاوضات مع إسرائيل كيف يعني عنا وسيد عملنا الترسيم بدك تقدر توصلي تعملي الترسيم مع سوريا سوريا بالحدود الشمالية ومين اللي عم بيطالب بأقصى المطالبات يقولون إنه لازم الشي اللي كنت أنا من الناس اللي رافضينه على طاولة مجلس الوزراء نعم كان عم بيقول جبران بسير كوزير بدو يروح على سوريا 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 كنت من أقصى المعارضين إنه ما في بلاسنك من الرسمة من الدولة اللبنانية قبل ما الجامعة العربية تعيد سوريا إلى مقاعد الجامعة العربية هلا عم بيحاول البعض التحايل على هذه النقطة للقول لا يجب إعادة العلاقات بشكل رسمي بين لبنان وسوريا اللي كي يتم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا إيه كمان إنه استغلال الظروف لفرض أمر واقع مرة جديدة عم بيكون شوي تقيل وشوي هلأ الدفاقع لما أستعمل كلمة تانية من نفس الشي وبعرف هلأ هو عارف حاله إنه أنا عم بحكي عنه وهو صديقي كتير وراح يرد علي معلي بس بكلمة حابة عم أقول في شيء إيه اسمه عارف بلبنان شيء اسمه رئيس الجمهورية ماروني إله من ميثاق الثلاثة واربعين يلي مش داري استريخ بلبنان أو ناسي يرجع يقرأ من وقت الانتداء بالفرنسي إلى أن وصلنا لليوم في عارف اسمه بالنسبة للرؤساء الثلاثة شيء منخده بمسحة بمجلس النواب ومنقول إنه حتى من قبل بمرة إنه في شيء بيقول إنه رئيس الجمهورية لازم يكون ماروني في شيء بيقول إنه آه برافو هالمرة تم طرح كاتوليكي بتكون تغيروا الدستور بتكون تعملوا الطائف ع راسي وعيني بلش بالدولة المدنية مش العكس لأنه الغاء الطائفية السياسية وصولا إلى الدولة المدنية هل حلفاء لدولة الرئيس بيقبلوا الدولة المدنية إذا بيقبلوا فيها وقانون موحد للأحوال الشخصية أنا مستعدة أحمل بانكارت هلأ هيك مثل ما هي وانزل فيها على الطريق وإنما الغاء العرف لكي تتغلب الأكترية العددية كما يطمح البعض أو يعني شو بقولوه اتفاق يعاني أنه تغيير الطائف تغيير الشكل يعني يعني الوصول إلى اتفاق تعديل تعديل التركيب اللبنانية بشكل مغير إذا ما وصلني لها مباشرة لأنه قلنا لأ الطائف ممنوع نوصل إلى اتفاقات مواربة نعم منجرب ضمن مجلس النواب من كبه التيشات بس انتوا راح دين الطائف كنتم نحق مش كنتم لحظة بعد تزيل بمواقف بلا في بعض المواقف انت عم تحكي عن التيار الوطني الحر قوة لبنانية ولا مرة كانت مع الطائف ودكتور جعجع كان مع الطائف وفيت على الحبس من وراءها 100% لأنه كان مواربة كان فيه مواربة مازال ما نكون مع الطائف ما كنتم مع الطائف ليه هلأ بصلوا لطبقوا الطائف نحنا كنا مع الطائف نعم ودفع حق الدكتور جعجع لأنه بس صار فيه الوصاية السورية على لبنان بعدما الدول الغربية وبعدما الرئيس حافظ الأسد دعم جورج دابلي ووش الأب لما غزية العراق الكويت وعطا جنود وساعتها قالوا ما بقبنا نهتم بلبنان ووكلوا السوريين يطبقوا اتفاق الطائف بلبنان قتلوا الرئيس معوض وبعدين صاروا بدون يغيروا باتفاق الطائف هذا التغيير يلي كان بده يصير يلي كانت القوات منا موافقة عليه ويلي دكتور سامير جعجع رفض يفوت على الحكومة لأنه كان عم يستشعر كيف بدون يغيروا اتفاق الطائف ليعملوا طائف سوري نعم وصار وصار بالحبس وصار طائف سوري وصار طائف سوري نحنا بدنا الطائف اللي تم الاتفاق عليه بالطائف يعني أنتم ما بتكون تعديل الطائف بتكون تطبيق الطائف تبع 89 ما في شي منذر منه انجيل ولا قرآن نعم ولكن ولكن تكون غلط طاولة متساوين ما في فريق يكون معه سلاح وقالك أنا بتغير الدستور اللبناني ليه لأنك أنت مستقوى على الباقيين بقوة الأمر الواقع نعم بدك تكون متوازة متساوى مع الباقين وكل شي ممكن يبحث على هذا ولكن السعودية اللي هي حليفكم الأول الإقليمي حليف القوات الأول ترفض هذا الأمر حتى حتى السعودية بتقولك الطائف ليس منزل ربما يجب أن تحصل بعض التعديلات ولكن ابدأوا بتطبيق الطائف ليش سمحوا السوريين بتطبيق الطائف كما يجب الطائف اللي كان عم يحكي من الأساس انسحاب القوات السورية بعد سنتين حتى البقاء على أن تتفق بعد ذلك الحكومتين اللبنانية والسورية على إكمال انسحاب الجيش السوري من لبنان نعم شو طبقوا منه لو ما لألفين وخمسة بقوة الأمر الواقع بالخمستاش تسعة وخمسين وشايفوا أنه بعد إختيال الرئيس الحريري الأمور عم تنعكس عليهم بين ليلة وضحاها ضبوا الشاحنات تبعيتهم وفلوا من لبنان بنسان فكرة كانوا نسحبوه كانوا صاروا خمسة وثلاثين ألف جندة بلبنان وين طبقوا الطائف ما مصيبتك من علموا بالجامعات للطائف ريان هلأ بتكون لمركزية الإدارية من الطائف هي موجودة فعلا موجودة بالطائف ولا فيدرالية يعني هلأ الناس اللي ما نقول مركزية إدارية لا مركزية إدارية بلنا فيدرالية وتقسيم بحاولك على حلقة صورناها مؤخرا بالفاونديشن وكان فيه وجهتين نظر ببرنامج عم نعملوا مع البابليك أفيرز باليو أس أمبسي كان فيه بانيل عم يحكي عن هيدا الموضوع فيه مطارح بيتقاطعوا فيه مطارح بيختلفوا تماما ديسنتراليزيشن والفيدراليزم بقى فيه صورة واضحة عن اتنين اللا مركزية موجودة بالطائف مثل ما هي وممكن تودى إلى لا مركزية مالية كمانا يعني هاي ما بتمنع هاي بس خوفا من بعض اسم الفيدرالية بيرفضوا يدرسوا اللا مركزية كما يجب ضمن الليجان النيابية لأنه على طول بيضلوا نعتلين ينهام إنه آه بارك تودى لغير مطرق لأنه فيه ناس عندها بخلفية ذهنيتها آخر النهار بدأت حط إيدها على البلد ككل إنه هلأ أمتولي بال علينا ما بدأ لا طائف ولا بدأ شيء ما الشيء الأمور مثل ما هي لحتى تنقلب على الواقع وتحط إيدها على البلد بس هناك شيء مشترك بينكم كقوات يعني القوات وحزب الله بتعديل يعني طالبوا بتعديل نقاط الطائف لا تتماشى مع الواقع هنه طالبوا أيضا قال ما بدنا ندق فيه ولكن هناك دائق يمكن بقصة المهل قصة المهل إيه قصة المهل ممكن إعادة البحث فيها يعني ما بيصير كمان رئيس الجمهورية ما حدا بيحترم له المهل طبعه والوزير إذا حطت المرسوم بالجرور ما بيمشي ولكن هذا الهدف كان من الطائف هذا الهدف الأساسي من الطائف إنه يكون صلاحيات رئيس الجمهورية بيد مجلس الوزراء مجتمعا فإذن اللي بيقول إنه كان الرئيس رفيق الحريري أبو ضاي مشان هيك طلعت الخبرية إنه راحت من رئيس الجمهورية إجيت على رئيس الحكومة بس هو الطائف يقول مجلس الوزراء مجتمعا ومجلس الوزراء بعدنا نص نص هيدا الطائف يلي بيقول وقفنا العد بانتظار الغاء الطائفية السياسية وقفنا العد يعني نص بنص كمان الواحد ما بيضل ينق 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 لأنه بالآخر إذا بيضل ينق حتى اللي معه بقسطوية ومن له أذنان يسمع تاني فليسمع بدنا ناخد بريك ولكن بعدها ننتقل لنرجع لرئيسة الجمهورية تحديدا وأيضا خطاب السيد نصر الله ونعرج على العهد وتقييمك للعهد اللي معروف التقييم ولكن مرأة بسيطة لابد خصوصا أن نحكينا عن الترسيم مشاهدينا فاصل نتابع بعده حلقة الحدث أهلا بكم من جديد مشاهدينا وبرجع بقولك أهلا وسهلا فيك الوزيرة السابقة دكتور ميشي دياء لنرجع للرئاسة أنتوا بموقع هلأ قاعدين عم تتفرجوا ولكن أنتوا اللي قادرين تقلوا دفة الميزان يعني جبران بسيل صار لوحده وصار له فترة عم بيتواصل بيحاول يتواصل معكم النائب ملح مرياشي كمان حاول بمبادرة ما كان في أو بالأحرى حاوله معه كان في بلوك من دكتور سمير جعجع هلأ المسيحيين قادرين يكونوا قوة وينقوا الرئيس اللي عم بيقول النائب جبران بسيل بده رئيس توافق ينقوا الرئيس معه ما بتفتحوا من جديد بواب معراب لاتفاق جديد أنا شخصيا قلت أنه وقتها صار اتفاق معراب سكتنا أنا من اللي ما اعترضوا وإنما بوقتها ما كنت بعد ضمن الإطار الدي بلعناها قلنا لا نشوف المي بتكذي بالغطاس يا بي شو كذبتنا شو ما كذبتنا لأنه بالأحرى لأنه يعني اللي صار أسوأ من أنه أي حدا كان ممكن يتصوره ما فيك تتصوري أنه بيبلش عهد بدل ما يكون همه كيف بده يعمل إصلاح تغيير بالمنطق يلي بينعمل فيه دولة المؤسسات نعم بالمنطق يلي بيصير فيه دولة تقدر تقافع إجراء لا يقدر يوريت حدا من بعده على أسس صلبة ما عدهمنا شي إلا المخاصصة إلا كيف بدنا نوصل الصهر إلى الرئاسي من أول يوم ومش أنه مش منتبه عارف شو عم يعمل بس هيدا التكتيك تبين أنه خاطئ مية بالمية يعني حتى في كتار من المقربين من العائلة استبعدوا نفسهم بالآخر لما لقوا لحوله ولا قوته يعني الجهود اللي عم يبذلوها لحتى يصلحوا مسيرة هيدا العهد ما كانوا عم يتلاقوا إلا بالرفض وبالممانعة الداخلية لأنه في فريق معين هو كان مسيطر على هيدا العهد طيب ما صدقنا كيف خلصوا هالست سنين ما في رئيس مرأة على لبنان ونحن من جيل منعرف نعم قال دكتور جعجا بس أنه أنا شفت حاطين القونت عربور على التليفونات يعني حاطين كم ثانية بعد فيه يخلص العهد كل يوم يطلعوا العالم يقولوا سوشيليديا عكل حال 21 يوم ثلاثة ايه بعد فيه عشرين يوم ايه بعد فيه عشرة ايه بعد فيه ثلاثة طب أوقات كنا نزل طب شو بيصير بس يخلصوها ثلاثة يوم ما بنعرف بس على القليل فيه ست سنين بنحط عليهم اكس ومنطلع برك فيه صفحة جديدة بقى بتجي بتكرسي الشي اللي كنتي عم تعترضي عليها خلال كل هذه الفترة ترجع بتكريريه مرتين انه المؤمن ولا يلدعوا من الجحر مرتين مختلف عليها فاقعة جدا جدا يعني طلعوا على الاهرام وقال انا اخطأت مية كلبة شو بتكون بعد اكتر من هيك جرب قالكم بين الصينة والطيوانة برك بياخد الطيوانة لانه برك بيغير بس يعمل رئيس جمهورية بيبطل لقد حاطت ايده بيد سلاح غير الشرعي بيبطل مستزلم للنظام طبع بشار وطبع ايران وهيدا الخط فكر هيك نعم تبين انه كان على خطأ نعم بس انتو تتحملون مسئولية ست سنين لا مش منتحمل مسئولية ست سنين لانه بأسناء وقتها كان في فراخ ضايا سنتين ونص وصلنا لمرحلة كمان الرئيس الحريرة كان بده يمشي بسليمين بيك وليه ما مشيته بسليمين بيك لانه هيدا اللي عم اللي كيه سليمين بيك واضح بين السيء والأسوأ سليمين بيك واضح انه ما ممكن يغير عن تحالفه مع النظام السوري ومع حزب الله بينما العماد عون بغير اطلع راح على الاخير لانه ما كان هدفه يعمل دولة كان هدفه يوصل سهره ادابي رأيك الترسيم الذي يعني البعض يعتبره هدية هدية العقوبات هدية يمكن خسارة شعبية قدم حزب الله بطريقة غير مباشرة لعهد الرئيس ميشيل عون رفعت هذا العهد في آخره لكن هدفوا بعضهم لو ما بدوا حزب الله ما في قوة بتخلي يستير فيه الترسيم وطلع مشكر ميل اول عين يعني نعم مشكر ميل لا عن جد ما هو قال يعني ميشيل عون عين وسليمين فرنجي يعني هل أدى قريب منه ميشيل عون بيقدر اللي هو وصله كلارا الترسيم مسألة استراتيجية لعين شمال ولعين يمين لو ما بدوا إياها حزب الله ولو ما في موافقة إيرانية عليها ما بتصير نعم صار الترسيم لأنه كمان حزب الله بمكان ما بحاجة لا يرجع يزدهر نوعا ما البلد لأنه الدائقة الاقتصادية صحيح كان عم بيقول أنه أنا بيوصل للدولار بالشنات وفرش دولار وإلا ما هنالك ولكن يعني تبين أنه البيئة بيئة حزب الله والمجتمع المحيط فيه كمانا يعاني من دائقة مش أنه نحن مثل ما طلعت تايدل بحطوها على السوشيال ميديا أنه نحن شو ما صار عنا منظل مرتحين ومنظل مبسوطين العالم اللي بدها تاكل بدها تاكل العالم الجعاني جعاني وبيئة حزب الله من بيئة لبنان مش هلق كل شو بتقولوا لنا هني جريحة كبيرة من اللبنانيين قد ما يفكروا أنه هني عاملين دولة مستقلة على المستوى المالي على المستوى الطبي على المستوى بس ما هني كانوا عم يستغلوا كمان كل مقدرات الدولة يعني أكتر شي بيستفيد من وزارة الصحة معروف مين أكتر شي بيستفيد من مقدرات الدولة هني عاملين دولة رديفة وبنفس الوقت بيستفيدوا من مقدرات الدولة المشهولة وإنتوا قاعدين عم تتفرجوا عليهم وهذا نقطة ضعف عند الرأي العام القواتي أو شريحة القواتيين اللي حسن الاستسهال تنكره التصطيح ما علي ما احترام لإلك كلارة القاعدة الشعبية القواتية عندها لا مش مظبوط أنا من هالمجتمع ومني قاعدة ببرج عاجي أبدا مني ما اعتبر حالي أنه أنا ولا مرح على كوكب نحنا من بين هالعالم وعن نعاني مثل هالعالم بس نحنا منشتغل ضمن الإطار المؤسساتي قررنا نبني دولة ويلي بحبي يمد إيده لقلنا منبني معه هيدة الدولة نحنا أكتر من حارب الفساد نحنا مع سيادة دولة المؤسسات ولكن مش لأنه بديك ترضي البيئة تبعيتك بمكان ما بتمشي بالخط الغلط مثل غيرك يا ما بيجوا بيقولولي إيه القوات ما عم تدعمنا إيه طلبنا بهذه الشغلة ما عم بيطلعوه فلين من الحبس بتكون تقرروا يا أما القوات هي ما تكون دولة قوية دولة فيها سيادة وفيها نزاهة وبدنا نشتغل للإصلاح يا بتكون نبقى مثل عقيم الحرب دنيا تفوضى وكل واحد بيقدير بيشد على مشده نعم لا عم ندفع تمنى بمعنى معين ربما ولكن هذا لا يعني أنه سنفرط بالفاليوز بالقيم يلي نحنا ضحينا مشينا نحنا ضحينا مش مشين نرجع على المزرعة نحنا ضحينا لنبني دولة نعم نتأمل نصال لمرحلة يكون فيها دولة نتأمل ولكن خلينا برئيسة الجمهورية بهذا الموضوع على أي درجة الرئيس قادر كمان إذا كان قادر ومدعوم يعمل هذه الدولة اللي كلنا عم نحلم فيها وما بعرف شخصيا أنا حسمت كأنه حلم ما رح يتحقق للأسف ولكن حاليا نقب جبران بسيد يطرح زياد بارود هذه معلومات ليست يعني مش مش أكيدة تصريح هو حاليا بيقول أنا ولكن الحديث أنه تحت الطاولة في طرح لإسم الوزير السابق زياد بارود اللي كلنا منعرف قيمته عند كل الناس وأيضا يعني أنا شهدت مجروحة في يعني ولكن أخذ هذا الاسم بعيد عن أنه زياد بارود قبلين بالموضوع أو لا ولكن أنتوا كقوات لبنانية هنا وصلتوا لها نقطة مفترخ يعني مشترك يعني إذا بتشوف العشوات الشخصية مثل ما بتنقال الاجتماعية بالأحرى نعم أنه زياد موجودة أنا مش موجودة بمعنى أنه زياد وين بالقوة بالمجتمعات يعني أنه أنا مش موجودة عم بنتقد أنه هو أدلك أنه الأد محبب أنه الأد محبب صحيح وزياد بارود صديقي كتير هو وليندا كتير أصدقائي وزياد بارود عارف أنه بهذا الظرف بالذات بيتمنى على الجميع ما بقى يحروا اسمه زياد بارود بالانتخابات الماضية تمنوا عليه كلهم أنه ينزل معهم بالانتخابات نعم قال على لن أنه هو لما ترشح مع الطيار الوطني الحر أخطأ قال أنا سمعتها مش أنه إيلي إياها أم بيخصان إيلي إياها ولكن قال على الراديو أنا سمعتها نعم أنه حسابات خاطئة لن يكرر نفس الغلط يعني برأيك تقدق أنه هلأ لما بيطلع بيقول زياد بارود بتصور عم بيحاول يحرقوا برأيك النائب جبران باسيل فيه ناس عم تتزيكة فيه ناس عم تتزيكة أكيد لا يطلع زياد بارود مش لازم جبران باسيل يكون طرحه يترك الفرنسوية يطرحه هو يكف شره عن العالم بيكون أحسن لأنه اللي بدوا يطرحه جبران باسيل كيف هلأ عم بتقوله أنه ميشيل معوض ربما لأنه طرح من قبل القوات علما أن القوات والكتائب والاشتراكة طرحوا مع بعضهم والتغييريين طرحوا مع بعضهم مين عنده صديق بالوقت الحالي جبران باسيل ضمن التركيب السياسي اللبناني أعطيني فريق واحد غير حزب الله هو صديق لجبران وهلأ في مشكل يعني باعتنى برأيك إذا طرح حدا جبران باسيل بيكون عم يحرقه ولا بيكون بيوصله قائد الجيش قائد الجيش لحد يتهلأ بفتكر أنه ما حدا قال لا فيكتار بيقولوا نحن منا مع إعادة تجربة أنه قائد الجيش أوتوماتيكيا بده يجي هو رئيزه مهورية بس ما سمعت لا فاقعة من أي أحد بدءا من القوات الومنانية حتى نائب جورج عدوان وأيضا دكتور سامير جعجع عم بيقولوا أنه بما معناه أنه إذا ذهبت ضغوز يعني حطين هذه الورقة في انتظار ما حدا بيفوت بيمرشح وبيقول أنه خلص بدي يفوت بالحيط يعني أنه هذه المرة بالانتخابات الماضية دكتور جعجع جيب 48 صوت وما كفت المعركة يعني فيك وأكيد هيدا بيكون بالاتفاق وبالرضا مع ميشال مغوض نعم مش أنه هيك بيستغيبوه أو ضد إرادته أو إلى ما هونالي وإنما ضمن دراسة الواقع نعم ما حدا هيدا السياسة السياسة بتعملي فيها الحسابات لتوصالي للنتيجة المرجوة نعم وإنما إذا هيك بيسحر ساحر رحت الأمور باتجاه مرشح ممانعة كما يقال ساعة منفوت بالمعارضة مرشح ممانعة يعني سليمان فرنجي محسومة ولكن إذا تم طرح قائد الجيش واللوات اللبنانية مع قائد الجيش على هالحال مفتكر منقالت يعني مش عابك شوف سر نعم هلأ التصريحات الأخيرة على طول موجودة على كل حال إلى أي درجة الفيتو اللي حاطوا جبران بسيل معقول يعرق السنين فيتو على ستيمان فرنجي فيتو على قائد الجيش قاضي أيضا هلأ مؤخرا كان في طرح أنه إذا بدكن حدا توافقي كمان عندنا من الكتلة نواب معقولة يعني ما بعرف إذا أنتم صاحبة مع بعض النواب نحنا صاحبة مع بعض النواب بس ما بفتكر الأيغو طبع جبران باسيل بيسمح له أنه يخلي حدا من الكتلة طبعيته يتراجع هلقات بس هو طارح يبدو بالاستماعات الداخلية يعني ما أنه كتير ملايا شحطوا من الحزب شحطوا من التيار عم بحكي بسيكولوجي هون يمكن أنا غلطاني ما بعرف نعم بس أنه الأيغو بيمنعوا أنه هيك برأيك يعني ما بعرف هاي قراءتي البسيطة خذونا على قد قراءتي المبسطة يعني بهيدا الموضوع هو ما أعتبر أنه بلي ما في بلد بلي ما في رئيس فينا ننزل شوي على الأرض يعني بدنا نرو مثل ما بيقولوا هيدا التعبير الجناس بيستعب لغة طول فينا نرو بدنا نرو لا ما حدا الله خلقوا وكسروا للقالب بيمشي البلد يمكن بلد القوات يمكن بيمشي ملاحظ بله يمكن بيجي هيدا البلد مكون من عدة مكونات بدك تلاقي حلفة لأيلك لا تقدري تمشي باتجاه معين القوات لحالة ما كانت يا تمشي بيمشي لو مشوا مع الكتائب لو مشوا مع بعض المستقلين والتغييريين وهلأ فيه اتنين جديد يمكن رح يصوتوا مع ميشيل معوض والاشتراكة قيلت على كل حال يمكن مع أنه تراجع مارك دو ودكتور نجار نجات نعم كميش دياق الأستاذة الصحفية وأيضا المنخرطة في القوات اللبنانية برأيك نحن أدي بعد بقين بالفراغ والمعلومات طبعا هن ما فيه شيء اسمه معلومات لأنه صدقين هلأ فيه هذا الاتفاق اللي صار أو البيان المشترك اللي صدر عن فرنسا سعودية والولايات المتحدة نعم على القليلة البيانة الثلاثية اللي يعتبر خارطة الطريق بهذه المرحلة يعني حتى فرنسا ما فيها تطرح مرشح اللي هي بداية كتر خير الله أف هالأد ليه كتر خير الله لأنه عم تمشي باتجاهات ممناعية فرنسا الأم الحنون هلأ يمكن فيه خليف شوي مع إيران وحزب الله بسبب المظاهرات اللي عم بتصير التظاهرات اللي عم بتصير بإيران وإلا كان حتى لما تعين الرئيس ميقاطي كان أثر اتصال بين الرئيس مكرون والرئيس الإيراني رئيسي نعم يعني الأمور واضحة وعلى هني أعزل أصحاب مع وزير الأشغال عليقاتهم الاقتصادية الاقتصادية مضبطينا تمام بقى كتر يعني هلأ يمكن فيه شوية برودة بسبب اللي عم يحصل بإيران لأنه فيه مسألة حقوق الإنسان والضغط اللي عم بيصير بعد مقتل الصبي المحسى أميني كلهم هولي بردت شوية الأجوة مش نكسة فيرة الفرنسية قبل ما تروح على فرنسا عملت لقاءات وجولة على الجميع وانا ما ما ملتقت حزب الله كما قرأنا وطلعنا للمرة الأولى فإذا في عنا الموقف السعودي الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي أقل بهذه المثلث نعتبر أنه الإسم أو في حال كان فيه مثل دعم دولي نعم رح يكونوا على فرد خط على فرد اتجاه نحنا منقول أنه لازم التطبخة تكون داخلية ومنتمنى كل دياق داخلية بس طالما عم ينحك أنه إلا ما يصير فيه شوية ضغط من الخارج على القليل فيه شوية أكليب يعني ممكن هذا الضغط مع أنه يقال أنه حتى الولايات المتحدة أخذت البداية من لبنان بموضوع الترسيم ومش كتير بالون فينا هلأ ومش كتير سألنين إذا بيجي رئيس ولا ما بيجي رئيس الفرنسيين هن ضد الفراغ أكتر هيدا اللي بتسمعي أو بتستخلصي من الأجواء ولكن حتى السعودية ما أنا مستعدة تدعم لبنان ولا بأي طريقة إذا بدو يرجع يجي رئيس على شكل الرؤساء يلي كانوا قبل ويلي قودوا العلاقات اللبنانية العربية الخارجية حتى لو صار التسوية اللي عام ينحكى عنها فرنجي سلام القاضي نواف سلام أول شيء القاضي نواف سلام نكره مية بالمية وقال أنه هو إجعى على لبنان كان عنده إشعار ولكن هي موجودة مطروحة هو ليس على علم بها مهضومين بيركبوا التركيبات وبيطرحوا والشخص يعني العريس معه خبار وموافع بس العروس مش درياني أنه ما بدك يكون الشخص معه خبار هيدا عم تنترح بس كمان بدنا نسأل شغلي من قال أنه رئيس الجمهورية لازم يجي دائما من فريق يلي بيطرحه حزب الله وفريق الممانعة الأقوى مين اللي قال أنه رئيس الحكومة معلق رئيس مجلس النواب لا حول ولا قوتها لأنه بقوة الأمر الواقع الثناء الشيء يقتصر كل الشيء في لبنان إيه خلص كالرسوة لا ما في شيء اسمه نو مش كل مرة بتثبط يعني مش عطول هلأ المعطيات اختلفت عن الماضي نأمل أنه أكيد ما تكفي بالاتجاه اللي كانت فيه بالماضي والدليل اللي انتخابات النيابية بيانيت أنه في شيء عم يختلف على الأرض نعم إلى أي درجة كيركي قادرة تغير بهذه المعادلة أول شيء كيركي منها هي اللي طرحة حالة أنه هي رح تنزل تصوت بمجلس الوضع هي تتمنى تجمع المسحيين لتجيب كيركي تطالب بمؤتمر دولي يلي هو بالنتيجة ممكن يحل الأزمة اللبنانية مش لتغيير الدستور مش لتغيير الطائف وإنما للاجتماع على نقاط التقاء ويرجعوا كل اللبنانيين متساوين ما يكونوا عم يستقوى بسطلاح يلي بين إيديون نعم كيركي مع الحياد يلي هو خلاص لبنان نعم الحياد الإيجابة بدون يسموه يسموه بالدنيا حياد يعني ما منتدخل بأمور ما بتعنينا بلا شو فيه الترسيم هو بداية للحياد هو حياد والله خطوة أولى نحو السلام أو التطبيع إن شاء الله نقدر نعمله مع سوريا ملنام مع إسرائيل إن شاء الله نقدر نعمله مع سوريا هذه الشقيقة طلع الترسيم مع العدو أسهل من الترسيم مع الشقيقة أهرتك أهرك هذا الموضوع بعيدا عن وجود الوصاية السورية بهذه المرحلة والاتهامات بالنسبة للمدجارات هيدا مضوع أحدهم هلأ بيحكيك أنه بيعمل حركة صحيحية بلبنان ومدرشو خليون شو بقولوا هني ينقذوا حالهم قبل ما يهتموا بشؤون غيرهم أخيرا إذا سليمان فرنجية ويبدو أنه نائب وليد جملات أو نائب السابق الوزير السابق وليد جملات يبدو فيه تواصل مع حزب الله مع حركة أمانات لم يقل ذلك حور كلامه من بعد لقاءه الرئيس بري ولكن طلع أكتر من تصريح من قبل تيمور بيك ومن قبل كل أعضاء اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي أنه هني ما مشى المعوض نعم ولكن كلنا منعرف أنهم وقتا يصير في تسوية ما حدا بيقدر يعرف مين رحي بالشخص كلنا منقلوا شابه لسليمان بيك المشكلة أنه بيرمز بعيدا عن أنه بيرمز قال عنه جبران بسيل من معلي القذر والإيمة بعتذر أنه رجعت عدد شو رأيك شو بدي أقول لواحد لك شو بدي أقول لواحد مين لك شو رأيك من قبل القذر والإيمة عم بيقول عن سليمان بيك رح سير مرة ده أنا بإخير الحديث معليك حسيت معليك خلاص بقاولو شوية احترام نعم كل واحد يحترم حاله لغيره يحترمه بتتواصلوا إذا جاء سليمان فرنجية رئيس جمهورية بتتواصلوا معه بتفوتوا معه بحكومة ولا حكومة لا قال الدكتور جاجا على المستوى الشخصي أنا صديق تريمة بارح تراطع الزيتة توفت ولدتها صحيح العود بسلمة وكان سليمان بيك موجود على المستوى الشخصي ما في أي مشكل نحن مشكلتنا بمحور معين ما فينا نرجع نعتبر أنه هو بده يضل له الغلبي على الصحة السياسية لا أكثر ولا أقل أنا بدأ شكرك على هذه الحلقة بهذا الأحد يعني كان في حيوية كتير نهار أحد بيكونوا الناس قاعدين يعني حلو صبيحة اليوم بين الزهر والأزلاء الغوز والبلو إنه خي لفيه الغوز وهيدا الأحد وبون دمش للجميع وإن شاء الله أيامنا بتكون كلها حلوية إن شاء الله مثل ما عم بيقولوا برغم أنه بعيدة أنه عيدية على رأس السنة هي رئيس إن شاء الله للبلد يعني بيصير لوحد يقول بدنا نخلص بأي طريقة المهم رئيس سيادة وإصلاحي أهم شيء الإصلاح وأنا بعرف إمتها لأنه بالوزارة عندي كنت عم بتطلع على كل القصص اللي فيها إصلاح ما بيمشي البلد مثل ما هو كان ماشي نعم الوزيرة السابقة دكتور ميشدية أنا بشكريك لو جودك معي بهذه الحلقة مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختم الحدث شكرا للمتابعة وإلى اللقاء